مجلة The Bunker البريطانية المرموقة كثيراً ما صنفت المصرف العرقي للتجارة كأفضل مصارف العالم ضمن قائمة الألف مصرف نجاح المصرف لم يكن مجرد رقم في حساباته المالية فهو نجاح ممتد لتسجيل رقم تاريخي جديد بتحقيق أعلى نسبة أرباح منذ تأسيسه معلناً عن أرباحه لعام 2022 بمبلغ وقدره تريليون ومئتان وسبعة وستون مليار دينار عراقي أي ما يعادل ثمانمائة وسبعة وستين مليون دولار وبشهادة أهل الخبرة المالية فإذا المصرف العراقي يعتبر الأول في تقديم الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والدولي وهو بذلك يضع العراق في مقدمة الدول التي يحقق أهل الخبرة الاقتصادية فيها أرقاماً تاريخية في الإنجاز والعطاء ورفض المجتمع المحلي بما يخدم تطلعات الشارع الاقتصادية في مجالاته المصرفية إدارة المصرف أشارت إلى نهج دعم المبادرات المجتمعية إذ وصفت تبرعها لجناح الجمهورية في معرض إكسبو الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة هدفاً ضمن أهدافها التي تعمل على تحقيقها بالإضافة إلى تبرعها لتأهيل ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد والتبرع لدار المخطوطات العراقية بمبلغ مئة مليون دينار لدعم مشروع تصوير مخطوطاته بأجهزة حديثة عالية الدقة لتصوير وحفظ الطراث العراقية العالمي مرتبطاً بخطته التوسعية خارج العراق إذ أعلن عن افتتاح المصرف في العاصمة السعودية في آذار المقبل بشكل رسمي